اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية وتعليم من مشروع الاندية المدرسية الصيفية الذي تنفذه الوزارة منذ سنوات يأتي في اطار اهتمامها البالغ بتنفيذ الانشطة الطلابية المتنوعة التي تعزز مضمون المناهج الدراسية وتسهم في اكتشاف وسقل مواهب الطلبة وابداعاتهم وتلعب دورا مهما في غرس وترسيخ القيم الوطنية والانسانية لديهم فضلا عن حرس الوزارة عبر نشاطها الصيفية على تشجيع الطلبة على استثمار اوقات فراغهم بصورة مفيدة وممتعة في آن واحد وضاف الوزير لدى رعايته اليوم الحفلة الختامية للاندية المدرسية الصيفية ان الانشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية وغيرها قد اسهمت بصورة كبيرة في النتائج الطيبة التي حققها مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الانسان في الفترة الماضية ومن ابرزها تراجع نسبة المخالفات السلوكية لدى الطلبة ما شجع الوزارة على تعميم هذا المشروع في العام الدراسي الجديد على جميع المدارس العدادية والابتدائية العدادية وقام الوزير بجولة في المعرض المصاحب للحفل والذي تضمن ابرز اعمال الطلبة الفنية خلال فترة مشاركة فلندية كما تضمن المعرض ركنا للنشاط الطلابية الصيفي بمركز رعاية الطلبة المهوبين والذي قدم خلاله الطلبة ابداعاتهم في العديد من المجالات لله الحمد الانشطة في هذا العام كانت متنوعة وحققت الاندية النجاح المبهر الذي كنا نتمناه من حيث تاعت الفرصة الكافية لابناء الطلاب والطالبات لمزاولة الكثير من الفعاليات التي تسهم في بناء شخصيتهم ورعاية مواهبهم نحن في وزارة التربية والتعليم ننظر الانشطة بانها معززة للكتاب المدرسي وتسهم في اصال القيم الكبيرة التي نحرص على تواجدها داخل مدارسنا من حيث تعزيز قيم التسامع تقبر الرأي والرأي الاخر وانعكس ذلك بشكل جلي وواضح في مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الانسان حيث كانت هذه الانشطة سواء كانت رياضية او غيرها تسهم في اثراء الكتاب وتدعم وتساهم ايضا في نفس الوقت في اصال المعلومة للطالب من خلال انشطة تثبت وتؤكد على كل ما من شأنه تعزيز هذه القيم في نفوس ابناء الطالبة لانحن نحرص ان تكون مدارسنا واعة تعكس ما يتمتع به الشخصية البحرينية من قيم التسامع قيم المحبة قيم التقبر والرأي الاخر هذه هي البحرين التي كانت وستبقى باذن الله على هذا النمط بفضل قيادتها الحكيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر